التاريل اللي شفناه ده بيأكد كلام حضرتك ان مهم جدا ان العامل مهما كان حجم عمله داخل النادي الاهلي او منظومة النادي الاهلي انه لازم يحس انه جزء من النجاح وجزء من هذا الكامل اه طبعا يعني هو بس من ظروف كورونا يعني حتى بعد ظروف الكورونا لو تم تعديل الكوادر الخاصة بالعاملين وتعديل مرتباتهم ولو نملك افضل نعمله برضو ليهم وفي نفس الوقت اللي عجبني الحمد لله ان فيه اطار ماشية فيه الادارة التنفيذية عندنا في النادي اللي هو الجمع بين اولا يعني جمع بين الخبرة والشباب اعداد يعني الاعمار السنية بدأ اختيار اقل يعني بدأ تفليل بالاعة وفي نفس الوقت الدمج بين الخبرة والشباب جوه النادي في نفس الوقت فيه دورات تدريبية اجتماعات مستمرة بتعقد بين الادارة التنفيذية المدينة التنفيذي وكل الادارات فيه كم من التواصل اللي بيدي برضو الحمد لله قدرة لمتخز القرار كمجلس دارة أنه يعرف معطيات الأمور ماشية زي جوة النادي الأهلية وما زلنا على إصرارنا اللي هو العاملين هو يعني الجزء المهم جدا جدا في منظومة النادي الأهلية. قرار إنساني قرار إنساني بعد المساس هو حقوم. هو حقوم. لا هو إنساني لأنه في ظروف المفروض ما تعمل المفروض النهاردة لسه حتى كنا نتكلم في الإنترو عن إحدى الأمدية اللي كانت بتستقطع أو بتاخد رأي النهاردة اللعيبة في أنها تستقطع خمسة أو عشرة في المئة من اللعيبة. من مرتبات اللعيبة. دون المساس بأي الأمدية. في بعض الأماكن حطوا سندية على باب أمديتهم. دي حقيقة. الله يكون فؤنهم في ظروفهم يعني إنه الدعم للعاملين والمنافذ الموجودة والعاملين جوانادي. طبعا الحمد لله عشانيا بقول حقيقة إحنا إحساسنا وشخصيتنا كنادي الأهلي ولا قرار إنساني. ده حق من حقوق. يعني العاملين جزء الأصير في النادي الأهلي. ولا حتى تم ترحيلها أو تأجيلها نظرا لزروف اللي كل العالم بيمر فيها.